السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ الأعزاء في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعلم أو سوف نكمل تمارينات السنة الثالثة ابتداء في اللغة الإنجليزية الصفحة المغالية بعدما قمنا بحل تمارينا سابق سوف ننتقل إلى الرقم ثلاث لنبدأ على بركة الله ثلاثة يقول لك listen look and say the small letter of the alphabet listen يعني اسمع اسمع وانظر and say وقل small letter الحروف الصغيرة of the alphabet يعني من الحروف يعني قل الحروف الصغيرة من الحروف من الحروف يعني كما ترون هنا لدينا small letter small letter الحروف الصغيرة small letters small letters الآن سوف نقوم ب listen look and say the small letter of the alphabet سنقول هذه الحروف الصغيرة لدينا هنا a a a a a لدينا b b b b ولدينا هنا c c c c d 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 هنا لدينا H وهنا لدينا I وهنا لدينا J وهنا لدينا K هنا لدينا K نقول K هنا لدينا L هنا لدينا M هنا لدينا N هنا لدينا O O هنا لدينا P P P وهنا لدينا Q Q Q Q وهنا لدينا R R هنا لدينا S وهنا لدينا T T T وهنا لدينا U U U وهنا لدينا V V V V وهنا لدينا W W W هنا لدينا X X X وهنا لدينا Y Y Y وهنا لدينا Z Z Z Z Z Z Z Z Z كلا هما صحيح هذه هي small letter الحروف الصغيرة هذه هي الحروف الصغيرة هذه الحروف الصغيرة الحروف الكبيرة يعني اسمع وانظر وقل الحروف الكبيرة من الحروف دعونا نرى الحروف الكبيرة أين هي الحروف الكبيرة؟ ها هي الحروف الكبيرة دعونا نرددها معا لسن، ساي، ان شو دي لاتر أوف لسن، ساي، ان شو دي كابتال لاتر أوف دي ألفا بيت يعني اسمع وقل شو دي كابتال لاتر أوف دي ألفا بيت وقل الحروف الكبيرة لذي هنا اي اي كما ترون الشكل الكبير بي، 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 سي، 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 دي، 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 اي، 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 ا ونالدينة كي ونالدينة ال ونالدينة ام ونالدينة ان او ونالدينة پي وهنا للدينة كي ونالدينة ار وهنا للدينة ار وهنا وهنا ونالدينة ت تي وهنا للدينة يو ونالدينة وهنا لدينا وهنا لدينا وهنا لدينا وهنا لدينا وهنا لدينا Z أو Z بالأمريكية والبريطانية Z بالأمريكية هذه هي الحرف الكبيرة ماذا لدينا أيضا ننتقل لبعض سؤال سبعي يقولك read and circle on your copy book the small and capital letters with the same sheep يعني read اقرأ وضع دائرة circle on your copy book وضع دائرة في الكتاب على small and capital letters على الحرف الصغير والحرف الكبير ووضع الشكل فوقهم circle يعني with the same shape يعني في نفس دائرة بحرفين نضعهم في دائرة واحد كما ترون هنا لنبدأ الآن نقول الحروف A A هنا لدينا A small and capital letters حرف الصغير مع الحرف الكبير A B B B B capital letter small letter capital تعني كبير small صغير C C D D capital and small letter E E E ضع دائرة حمراء كما هو موضح في C وضع شكل دائرة على حرف كابيتل and small letter C F F F G G G G G G G H H H H I I I J K L M M M M M M M M M P Q R S T U V W W W X Y Z Z Z T L L M M M M M M M M وتعلمتم معنا capital letter and small letter الحروف الصغيرة والحروف الكبيرة أراكم في فيديو لاعق إن شاء الله إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالقناة شكرا